ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي قام بها وزير السر والهيوانية والإنتاج الهيواني أبد الرحيم عوض الطيب في محافظة منغلمي بولاية غيراء فقد أغض الوزير لقاء جماهيريا بميدان الهرية بمدينة منغلمي بهضور المسؤولين الإداريين والأسكريين والشيوق التقليديين بالمنطقة وقدم الوزير للهضور رسالة السلام والتعايش السلمي بين المزارعين والبدو الرهل وخلال المناسبة قدمت العديد من الكلمات منها كلمة محافظ محافظة منغلمي محمد إبراهيم الذي رحب بالهضور مناشدا على انتباه إلى رسالة الوزير ونشرها من أجل التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي وزير السر والهيوانية والإنتاج الهيواني في مستهل هديسه باسم السلطات العلية بالبلاد وهكومة الوهدة الوطنية قدم تعزيه لأسر الضهايا الذين سقطوا جراء الأزمة الأخيرة كما واصل الوزير جولته حتى وصل إلى مدينة أم حجر بولاية البطحة وأقد لقاءا مع الشيوط التغليديين وعضاء لجنة الهوار من أجل التعايش السلمي واستمع الوزير إلى شروهات مفصلة مقدمة من قبل اللجنة كما أقد أيضا الوزير لقاءا مع عدد من الرهل واستمع إلى شكاويهم وطمأنهم بأنه استمع لكل الأطراف المعانية وسوف يرفع تغريرا للسلطات العلية بالبلاد من أجل وطي هدا نهائيا للأزمات التي أصبحت تأرقل قطاع السرو الحيوانية ترجمة نانسي قنقر